على القاهرة والنس رمضان شهر مشهد بالملئين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى من أجل إصدار أمر رئاسي يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وهو سيترتب عليه توقيع عقوبات على الجماعة وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض وجهها وكالة الأمن القومي ودبلو مسيين من أجل البحث عن سبل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان المسلمين بعد زيارة رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من الشهر الحالي وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الإدارة الأمريكية تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سيادة اللواء هو قرار أمريكي ولكن هو نابع من رغبة حقيقية عربية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية تأثير على المنطقة العربية وبالتبعية تأثير على المنظمات الإرهابية في مختلف المناطق هي فعلا جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية بالفعل وتعتبر جماعة الإخوان الإرهابية هي العباء الأيدولوجية لكل جماعات الإرهاب والميليشيات المسلحة في العالم أنا شايف أنا مثل هذا القرار وإن شاء الله سيصدر قرار آخر مثله في كل من فرنسا وبريطانيا سيؤدي إلى تقييد حركة هذه الجماعة الإرهابية في الدول التي تتواجد فيها بالإضافة إلى خط الروح المعنوية لهم حتى أن الدول التي تقوم بإيوائهم وتقوم بتوفير الغطاء السياسي والملاذ الآمن لقيادات الإخوان زي قطر والتركيا أنا أعتقد أنهم سيتخلوا عن هؤلاء الإرهابيين وفعلا كانوا سبب مباشر في تنفيذ أعمال التحريض والعنف لدى مصر والمصريين وبالتالي مثل هذا القرار سيؤدي إلى تقييد الحركة بالإضافة إلى خط الروح المعنوية وخاصة أن هناك جبهتين يتصارع الآن في جماعة الإخوان الإرهابية الجماعة الأولى وتسمى جماعة السقور بقيادة محمود عزة ومحمد كمال الذي تم قتله في عملية نوعية من ثلاث سنوات وهناك جبهة أخرى تسمى جبهة الثعالب الثعالب بقيادة محمود حسين وأحمد عبد الرحمن وأنا شايف أن هناك تسريبات ظهرت في الأيام الماضية نتيجة خيانة هؤلاء الإخوان الإرهابيين في الخارج نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافيا